شاهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم الاحتفال الذي أقابته كلية زايد الثاني العسكرية بمناسبة تخريج دورة الجامعيين الثامنة والثلاثين التي أقيمت بمقر الكلية بالعين حضر الاحتفال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة وتم خلال الحفل عرض مرئي لنشاطات الدورة من بدايتها وحتى التخرج من خلال برنامج التدريب والتمارين العملية ثم أدى الخرجون القسم وأقسموا بالله العظيم بأن يكونوا جنودا مخلصين لدولة الإمارات ورئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الهيان حفظه الله مطيعين لجميع الأوامر التي تصدر عن رؤسائهم في البر والجو والبحر في كل الظروف والأوقات داخل البلاد وخارجها حمين علم الإمارات واستقلالها وسيادة أراضيها محافظين على شراف السلاح بعد ذلك كرم معالي محمد أحمد البواردي المتفوقين من الخرجين وأعرب الخرجون بمناسبة تخرجهم من كلية زاية العسكرية عن سعادتهم الغامرة متفوقهم ليساهموا مع إخوانهم من الضباط في المحافظة على المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت على أرض الدولة